على الرغم من أن الشارع العراقي تجاوز في ثورته المطالب الجزئية بدافع اليأس من إمكانية إصلاح النظام القائم وانتقل إلى مطلب أشمل يتمثل في إسقاطه برمته واستبعاد جميع الوجوه المرتبطة به إلا أن الأطراف الممسكة بزمام السلطة لا تزال تواصل صراعها على ضمان مستقبل لها في حكم البلاد وفتحت لهذا الغرض معركة جانبية ساحتها تعديل القانون الانتخابي بمنأة عما يجري في الشارع الباحث عن نظام وطني بعيدا عن التبعية لإيران كتل سياسية تسعى لتعطيل أي جهود لتشريع قانون انتخابات يضمن فرص الترشح للجميع ويلغي هيمنتها ولمعرفتهم بأن التنافس عبر قوائم جماعية هو السبيل الوحيد للمحافظة على وجودهم في المرحلة المقبلة يقاتل ممثل تحالف الفتح الممثل السياسي لميليشيات الحجد من أجل إجهاض مقترحية نص على أن يكون نظام الترشيح في الانتخابات فرديا مئة في المئة فالمنافسة عبر القوائم تلغي جميع الفروق الفردية بين المرشحين وتسمح قوانونها بعادة منح أصوات الناخبين لمرشحين خاسرين بحيث يمكن لرئيس القائمة أن يوزع الفائض من أصواته على مرشحين آخرين ما سمح مرارا بصعود نواب لم ينالوا أصواتا كافية بشكل مباشر من الجمهور فقد كرس النظام الانتخابي تزوير إرادة الناخبين وضمن لإيران تمثيلا منتظما عبر وكلائها المباشرين القوى السياسية اعتادت على النظر إلى العملية الانتخابية بطريقة مجمعة بحيث يمكن التحكم في تلك العملية بشكل كلي عبر قانون الانتخابات أولا ومفوضية الانتخابات ثانيا والتأثير على المسار التصوتي من خلال التزوير أو شراء الأصوات ثالثا وأخيرا ترتيب صفقات داخلية لتصعيد مرشح خاسر أو إقصاء مرشح فائز وعبر عمليات بيع المناصب التي تديرها المافيات التابعة لتلك الأحزاب وبسبب ذلك جاء التمثيل السياسي في البرلمانات المتعاقبة منذ عام 2005 على هوى إيران التي تعي اليوم حجم الغضب الشعبي الناجم عن النتائج الكارثية المترتبة عن تجربة جوقتها السياسية الفاشلة في حكم العراق ترجمة نانسي قنقر